من 2017 أنا حصلت على إقامة لمدة سنة من حصن حفظي أنا عزابي ما عندي لعيلة ولدي لما الشابت حصلت على إقامة سنة وبعدين مددت سنتين وهلأ عم بشتغل صار لي أكثر تقريباً خمس سنوات مشتغل ولكن في شرط هذا بي آنس قالوا لي ما تقدر تعمل إقامة الأوروبي إلا بما تاخد البي آنس وأنا هلأ عمري 57 سنة عم بلاقي صعوبة رسبت قدمت على بي آنس عملت كورت ما نجحت ولكن أنا كوني 10 سنوات أشتر في ألمانيا ورجعوني على سوريا وتميت 55 سنوات أشتر ورديت رجعت وقدمت لجوبة نمسا لأنه ما قابلوا لأنه كان عندي أطرد في ألمانيا يعني بارف بحكي لغة شوية كويس بس قالوا لي أنا مرة بتيت وقدخلت نعالم يعرف القوانين قالوا لي تقدر تأخذ أعفاء من طبيب نفساني أعفاءك من بي آنس أستاذ زهير اختصار أستاذ زهير لو سمعت تمام أستاذ زهير أنا أشتتني الفكرة الفكرة هي الكلام ده صحيح تقدر تأخذ إعفاء ولكن مش من طبيب نفساني ولا من الهاوس ارتس بتاعك اللي هو طبيب العيلة أنت تحتاج طبيب طبع الدولة هو معين من الدولة بتروح له بتاخد كل تقريرك الطبية بتاخد كل أوراقك معاك وبتشوف هو بيكرر إذا أنت تقدر تتعلم أو لأ إذا هو شاف حالتك الصحية ولأ أن أنت ما تقدرش تتعلم لغة أو ده صعب عليك بيدي لك شهادة من عنده والشهادة دي بتحل محل اللغة سعيتها مش محتاج أبدا تعمل أي كورسات لغة أو يكون معاك أي شهادات لغة في النمس أستاذ زهير بشكرك شكرا جزيلا أرجو تكون واضحة الصورة بالنسبة آخر كلمة آخر كلمة آخر كلمة آآ إنه هاي إذا أخذت أعفا من كورس أقدر مباشرة أقدم على الجنسية لأنه موجودة إنه إذا معك بيط فاي حتى إذا ما كامعت عشر سنوات تقدر تقدم على الجنسية وأنا أنا صار لي 8 سنوات آآ أستاذ زهير بقدر أرد على حضرتك أيوة إذا أخذت الشهادة دي شهادة الإعفا من الكورس من الطبيب اللي هو تبع الدولة زي ما قلنا ما فيش أي مشكلة تقدر تقدم على الجنسية لو بينطبق عليك باقي الشروط والشهادة بتاعت الطبيب دي بتحل محل البيت سفاي أو البيت آينس للجنسية اشتركوا في القناة